في مزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من عمان الدكتور حسين العمري أستاذ علم الحاسوب ومستشار سابق في ميتة أهلا بك دكتور حسين العمري بداية ما الذي نفهمه من الخطوة التي لجأت إليها إسرائيل الآن بالاستعانة بالأقمار الصناعية التابعة لسترلينك هو واضح أنه يتحسب من ناحية تقنية ومن ناحية سياسية يعني الأمر متوقعين مثلا أن يكون يحصل دمار سواء للتوصيلات الكهربائية أو للأبراج الإرسال للشبكات الاتصال العادية يعني شبكات الإنترنت والخطوط الهاتفية فبالنسبة لهم الخمسة ألاف قمر التي هي قريبة من الأرض ستكون عملية باك أب يعني عملية احتياط فيما لو انقطع الاتصال طبعا وهذا الشيء كان مطلوب في غزة طبعا أو في بداية انقطاع قيار الكهربائي وانقطاع الاتصالات عن أهل غزة طبعا كان إيلون مهل تبرع ولكن كان كلام ما لم يحصل يعني إلا عن طريق محدود جدا في مستشفى تملكه الإمارات لكن غير هيك كان فيه رفض كامل للسماح يعني في البداية إيلون مصر كان متحمس يعني نتكلم عن إيلون مصر بعدين هو كان في البداية متحمس لكن بعد زيارته لفلسطين مثلا والكيان تغير صار في تغير بالنسبة للسياساته هذه لكن نزال يسمح على منصة إكس يعني نزال المحتوى يعني فيه حرية أكثر من التعلمات لكن نرجع للعملية نفسها الاتفاق يوحي بأن هناك عملية إسرائيل تتحسب لحرب طويلة قد تجد نفسها فيها تفقد الاتصال سأعود معك إلى نقطة الزواجية في المعايير التي ذكرتها حول موافقة طلب إيلون ماسك على هذا الموضوع ولكن إذا ما تحدثنا عن جدوى هذه الخطوة في الحصول على خدمات ستارلينك لأن المخاوف هي تنبع من ضرب ليس فقط الاتصالات ولكن ضرب مصادر الطاقة ضرب الكهرباء في شمال إسرائيل وبالتالي هل تشكل هي بديل هذه الأقمار هل تشكل بديل هل يمكن لها أن تقدم شيء في حال لم يكن هناك كهرباء يمكن أن تكون العملية سياسية ومحاربة معنوية أكثر حتى إلى المصط معنا المصط كله جمهوره في أمريكا وبالآخر مضغطوا عليها عشان يستمع لهم فربما لا يستعملوها أبدا لكن ربما يكون فقط لإبعاده عن أهل غزة ولكن من ناحية لو تعطرت الكهرباء عندهم فيستطيع تشغيل هذه الموبايلات والهواتف وتشغيل الإنترنت عن طريق هو من نسبة للستارلينك يحتاج إلى محطة صغيرة جدا يعني توضع في أي مكان وممكن تزويدها بالماتورات اليدوية تعرف الماتورات اليدوية تشتغل على الغاز البيوتين أو على الغاز أو على السولر أو الديزل فهذه تستطيع أيضا أن تشكل كهرباء كافية لهذا المحطة الصغيرة التي تتواصل مع الأقمار يعني كم كانوا يركبوها حتى على الجانب المصري في غزة مثلا وراء السور يعني مش ضرورة تكون داخل غزة يعني كم كانت تكون خلف السور وتزويد كل المناطق القريبة من الحدود القطاع بالشبكة كافية وهو وعد وقته ولم ينفد وهذا لذلك أنا أعتبره الدوادية معايير وكان فيه إهمال كامل يعني لأنه كان عليه هجم في الغرب في الإعلام الغربي بسبب رغم أنه هو وعد أنه المنظمات الإنسانية فقط والمنظمات التي تقوم بالعاية الصحية ولكن هذه كلها كانت عبارة عن أهداف تم قصفها يعني فحتى هذه لم يكن الكيان يريد أن يصل لها هذه الخدمة نعم شكرا لك من توفر لهم بديل توفر لهم بديل يتم تشغيله بطرق طرق المستخدمة في المستشفيات وفي غيره هذه المتورات الصغيرة نعم شكرا لك من عمان دكتور حسين العمري أستاذ علوم الحاسوب ومستشار السابق في متة على هذه المشاركة معنا شكرا